مبادرة أمل لعلاج حالات العقم وتأخر الإنجاب استطاعت أن تساعد 246 أسرة من المواطنين في دولة الإمارات على الإنجاب لمعرفة المزيد حول هذه المبادرة أستضيف معنا في الستوديو هناك بيت طحوارة مساعدة مدير مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب للشؤون الإدارية حياة شاء الله هناك معنا مرحبا أهلا وسهلا هناك في البداية لو تخبريننا متى انطلقت هذه المبادرة اللي هي مستمرة للحين وشنو أهدافها بالضبط انطلقت هذه المبادرة تقريبا من عام من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظها الله وذلك بناء على توفر عدد من المواطنين المسجلين في المركز وغير قادرين على تلقي العلاج فجاءت هذه المبادرة كنوع من الدعم اللي ما في شك ان دولتنا دائما تسعى إلى توفيره لتحقيق السعادة والأمل لسكان هذا البلد أكيد لو تخبرين هنا من المستفيدين من هذه المبادرة وللحين كم وصل عددهم؟ حسب علمي أول ما انطلقت هي انطلقت مبادرة في شكل عام لجميع المواطنين تم استحداث بعض الشروط بسبب عدم استطاعة المركز يعني الاستيعاب جميع الأعداد التي سوف تتقدم وتم اشتراط أن الزوج يكون مواطن من إمارة دبي والزوجات من جميع الإمارات إذا كانوا من جنسيات ثانية لا؟ لا من جنسيات ثانية لا لازم تكون من الإمارات إضافة إلى أنه ما يكون عندهم أبناء بس من خلال المراجعة التي تمت والملاحظات التي وردتنا من العملاء حاليا نحن بصدد مراجعة هذه الشروط وتحديثها بما يتماشى مع حاجتهم قدر المستطاع الاستقطاب أكبر عدد ممكن فالإتمال كبير تشمل بقية الإمارات هذه المبادرة تغطي مشاكل متعلقة بالإخصاب فقط أو مشاكل ثانية معها؟ هو مركز الإخصاب متخصص أصلا في علاج العقم والإخصاب باقي الأمراض الثانية يراجعون في المستشفيات الهيئة التابعة للوزارة أو تابعة الهيئة الصحة أو هيئة أبوظبي فحاليا بس تخصص علاج العقم لدى النساء والرجال حلو هنا مشاكل الإخصاب في وقتنا الحالي في هذا الزمن هل هذه المشاكل هي في تزايد أم قاعدة تنقص وشلو أكثر الأسباب التي تجعل الإخصاب يكون قليل عند النساء؟ والله موجب الإحصاءات العدد في تزايد نحن مثلا مركز دبي للأمراض النساء والإخصاب منذ افتتاحها من عام 1991 استقبل حوالي 20 ألف حالة إلينا الحين من هذه الحالات نجم عنها إنجاب تقريبا خمسة آلاف حالة مدونة لدينا يعني كإحصائية موثقة 4,410 بقية العدد عرفنا أنهم حوامل من خلال العلاج اللي يتلقوا من عندنا بس بسبب تغيير أرقام وهاتفهم ما أكدنا هذا العدد فإحنا بصدد توثيق البيانات بشكل أسلم فنسبة 20 ألف حالة يراجعونك للعلاج العقم نسبة كبيرة ومعناته أنه فيه خلل ونماء ومن خلال الإفادة اللي يفيدها الأطباء أنه بنسبة لشريحة المواطنين أكثر الأسباب تكيز المبارض عند النساء وضعف عينات الحينات المنوية لدى الرجال هذه الأسباب هل هي ترتبط بشنو بالضبط هنا هل لها عامل طبيعي أو لها عامل وراثي مثلا هل دورتوا أو بحثتوا بشنو هذه الأسباب الأطباء طبعا أكثر متخصصين بالرد على مثلها بسبحكم خبرتي معاهم أنه فعلا يوجد عامل وراثي عامل غذائي يعتمد على طبيعة على الشخص نفسه إذا كان هو يمارس الرياضة إذا هو محافظ على وزنه محافظ على وزنه أو المرأة يعني تمارس الرياضة بشكل مستمر حلو هنا نسبة للحمل التي بعد ما يتجون إذا هذا المركز أو من خلال المبادرة هل هي مرتفعة وقاعدة ترتفع يعني فيه تحسن في الموضوع ولا هي مستقرة تقريبا موجب المقومات النجاح التي تتوفر لدى المركز بدون مجاملة نحن نضاهي نسب العالمية وليس نسب المراكز الخاصة في الدولة لأنه مركز أولا يتبع هيئة الصحة بدبيف أو مركز حكومي تتبع فيه أرقل وأضبط المعايير لرفع نسب النجاح فحاليا بآخر موجب آخر إحصائية الثلاثة الشهور المضت 56% إذا نقارنها بالنسب العالمية تتراف ما بين 40% إلى 50% وهذا يتناسب مع كل الفئات العمرية مش فقط الفئة العمرية التي أقل من 35% يعني ما زاد عن 35% لهم غالبا ما تكون نسب النجاح أنتم قليلة فنحن راضين عن نتائجنا ونسعى أن تكون في نفس المستوى شوية أقل يعني شوية أكثر عفوا هناء اللي يريد يستفيد من هذه المبادرة ومن هذا المركز شنو الخطوات وكيف يتقدم لكم عشان يستفيد من هذه المبادرة أولا الاتصال بالمركز وأخذ موعد وبناء على الموعد نطلب منهم وثائق الجواز أو بطاقة الهوية للزوج والزوجة والجنسية ويتم التسجيل مجرد شيء بسيط أنا قلت قبل شوي أن الإمارات الثانية ما يقدرون يستفيدون من هذه المبادرة هل في نيتكم في المستقبل أنكم توسعونها على مستوى كامل الإمارات أو بس بتقعد محدودة في الإمارات نعم كأزواج مثل ما قلت الهدف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمرك كان لجميع الإمارات الدولة أو جميع المواطنين بس بسبب الطاقة الاستيعابية اللي كان المركز يقدر يستوعبها تم تقنين هذا العدد بالشروط وحاليا إحنا بصد الدراستها شروط ورافعها إن شاء الله واعتمادها من قبل مدير عام هيئة الصحة بإذن الله في بعض السيدات يمكن ما توصلهم هذه الفكرة يعني ما عندهم فكرة عن هذا المبادرة أو عن هذا المركز قاعدين تشتغلون على المستوى الإعلامي أو على مستوى دبيكة كل أنه تعرضون هذه الخدمة لأنه في كثير من السيدات ما تعرف أنا انتقلت لهذا المركز من أربع شهور وكل هدفنا كان مع فريق العمل تكثيف الناحية التسويقية والتعريفية لمثل هذه المبادرة والخدمات المركز فحاليا إن شاء الله قدرنا أنه فعلا أنا حاليا لاحظت الأسبوعين اللي طافوا أربع إلى ثلاث حالات يوميا تسجل من قبل تحت مبادرة أمل يعني الحين نحن 310 وصلنا هذه الإحصائية اللي مساعة ذكرناها عند الافتتاح كانت موجة بإحصائية شهر 6 من هذا العام فمعناته في تزايد وفي حالات جاب يعني طبعا هذه المبادرة مضى عليها مجرد عام فحاليا نحن نتصل بجميع المرضى اللي حملوا تقريبا 50% من عدد اللي يتلقوا العلاج حملوا وصلتنا 7 أو 8 حالات عنهم أنهم أنجبوا فنحن بصدد تحديثها ونسعى إن شاء الله إذا إقامت تحفل على بداية السنة علشان نجني ثمار هذه المبادرة تحتفلون بهذه الشغلة نعم هناك حالات مثلا ما تقدرون تغطونها كمبادرة أمل وتعتدرون مثلا من الناس اللي تتقدم لكم أو أنه ما تعتدرون منهم لا اعتدرنا في بدائل في عندنا أولا الجهات الحكومية كلها تدعم الموظفين المواطنين لديهم فعندتش عدد كبير من القوات المسلحة يدعمون مرضاهم وعدنا عدد كبير من القوات المسلحة وما يقصرون من 91 بحكم خبرتي وياهم ما يردون ولا طلب فهي يشلون عندنا نسبة كبيرة إضافة إلى الشرطة سواء في دبي أو بوظبي أو أي إمارة بعد يدعمون موظفينهم إضافة إلى هيئة الصحة اللي مات عندها مثلا أطفال أو عندهم ما تنطبق عليهم شروط بادرة أمل يراجعون هيئة الصحة من خلال إدارة العلاج الطبيعي واعتماد المدين العام وممكن يتلقون العلاج ففي بدائل أكيد والتأمين إضافة إلى التأمين حلو عندنا ضمان أهلا طموحكم من خلال مبادرة أمل ومن خلال المركز وين تبعون تصلون في المستقبل وشون تبعون تحققون أكثر؟ طبعا ما في شك أن فرحة إنجاب طفل شي جميل للعائلة وللي يرعى ويقدم الخدمة لمثل هذه الفئات وللمجتمع هنا كمجتمع إماراتي محتاجين أن الطورون النموة الديمغرافي في هذه الدولة ويحتاجين انطاقات بشرية أكثر فأكيد من هذه من أهدافكم أكيد نحن نأمل أن نتماشى مع استراتيجية الدولة وليس بس هيئة الصحة أن نحقق السعادة لجميع مرضان إن شاء الله والتوازن الاجتماعي اللي تسعى للدولة أكيد هنا في خطام هذه الفقرة ويعطيكم ألف عافية على هذه المبادرة وعلى وجود هذا المركز اللي فعلا يساعد جدا الأسرة أنه تحقق اللي تبيه إيش تقولين للسيدات اللي قاعدين تابعونا من خلال برنامج سيدتي؟ طبعا أنا خدت الجواب هذا من الدكاترة يعني سامحوني فركزوا على أن ننصح المريضات أنها بمجرد ما تعرف أنها عندها مشكلة في الإنجاب تراجع المراكز المختصة ما تجعل نفسها لعبة عند العيادات العادية أو الغير متخصصة في العقم والأخصاب لأن علاج العقم علاج جدا معقد ويحتاج نوع من الصبر وطولة البال إضافة إلى الالتزام بما يوجههم به الطبيب المتخصص الاستشاري في هذا المجال والمختبر اللي تتوفر فيه جميع الأمكانيات وأن العلاج هذا مش بعد بس الأطباء اللي يقوموا به عندنا فنيين مختبر هم مكملين للبرنامج العلاج اللي يقوم به الطبيب إضافة إلى حرص الأطباء على توجيه الأزواج أنهم يمارسون الرياضة قدر المستطاع لأنها لها دور كبير كلما خف الوزن كلما كان فيه إمكانية للحمل بشكل طبيعي إضافة إلى الأكل الصحي هي لايف ستايل كلها هنا بالنهاية وهذه كلمتي دائما في الفترة الأخيرة صار أقولهم كل شي رياضة كل شي رياضة يطيك العافية هنا لو جنتش معنا وإن شاء الله يارب نستقبلك في مناسبات ثانية وتخبرين أكثر عن تطور العمليات الإنجاب عندكم في هذا المتجز إن شاء الله وننتهز هذه الفرصة أشكركم على دعمكم صراحة لمحدود والاجتماعي نحاول نقدم نحن هنا نحاول نخدم كل سيدة خليجية وعربية إن شاء الله نستفاد من هذا الشيء شكرا لتشاهدنا شكرا شكرا مشاهدين بهذه الفقرة راح نروح في فاصل قصير ونرجع نكمل فقرات سيدتي خليكم معنا أنت متفوقة معها والطموحة معها أنت السعيدة معها الرابحة معها معها أنت الشابة الدائمة سيدتي سيدة المجلات العربية سيدتي نت معك أثناء دراستك معك في مملكتك ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة في سيدتي بعد الفاصل محامية سعودية تتبنى قضايا الأخطاء الطبية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة